أصيب أطفال لوسي أكينيا الثلاثة بالملاريا إذ كانت تضطر أحيانا لأخذهم مرات عدة في الشهر إلى أقرب مستشفى محلي في قريتها غرب كينيا ليتلقوا العلاج لكنها لم تتوانى لحظة عن إعطائهم أول لقاح في العالم ضد هذا المرض الفتاك الذي ينتقل بواسطة البعوض وطلق أكثر من مائة ألف طفل في غرب كينيا حيث تستشري الملاريا اللقاح الجديد المضاد للمرض الذي يقتل سنويا مائتين وستين ألف طفل دون الخامسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بدأت نتائج وعمليات التلقيح هذه تظهر في مستشفيات غرب كينيا التي تسجل نقصا في وحدات طب الأطفال الممتلئة بأولاد مصابين بالملاريا ولا يقتصر الأمر على انخفاض حالات الملاريا التي تستدعي دخول المستشفى فحسب بل تقلصت كذلك شدة الأعراض وطوصي منظمة الصحة العالمية بإعطاء اللقاح على أربع جرعات للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن خمسة أشهر في مناطق ينتشر فيها المرض بنسبة متوسطة إلى عالية